أكد المركز العالمي لمجلس الوزراء أنه لا صحة بشأن إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لرفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مشددة على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان ويتم تسجيل كل من الحضور والغياب إلزاميا وليس اختياريا مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطلاب غير الملتزمين بالحضور داخل المدارس